تعلمنا بالدرس الماضي كيف نحل مسألة بالخطوات خطوة خطوة كيف نحلها بالتكامل بالتعويض وإجت الأمور معنا تمامي تمام خلينا كنا ناخد كمان مسألة ونحلها على نفس الخطوات ونشوف يعني لازم نتقن اللي هي خطوات التكامل بالتعويض بعدين نقعد نتنوع بالأفكار نتنوع بالأسئلة نصعب الأسئلة بس أهم إشي اللي هي أهم خطوة اللي إحنا لازم نحط الخطوة الأولى في التكامل بالتعويض إني أتقنها أتقن الطريقة بعدين بفكر بالمسائل بالأفكار كيف بدي ألعب بالسؤال هاي بفكرها بعدين بس الواحد دايما أنتو بتعاودين يعني أي واحد بدي يبني بحط أساسات بعدين بيبني ما بروح الطابق الثالث وبيبلش الرياضيات أو موضوعنا يعني خصوصا موضوع التكامل بالتعويض أنا بدي أتقن شو التكامل بالتعويض أعرف أحلى على الطريقة نفس الطريقة بعدين بصير أبني أول ثاني ثالث حتى أوصل للروح طيب خلينا نأخد كمان مسألة تكامل ست سين ناقص تسعة على سين تربيع ناقص تلاتة سين زائد واحد قوة ثلاث دال السين زي ما أنتو شايفين في عندي اقترانين مقصومين على بعض ويعتبروا يا اقترانين مقصومين على بعض أو بتقدر تجزئهم أنه ست سين ناقص تسعة مضروف في واحد على سين تربيع ناقص تلاتة سين ناقص زائد واحد مرفوه القوة ثلاث نقدر نعتبرهم ايش اقترانين كيف يا أستاذ ما هم دول مقصومين صحيح مقصومين بس بقدر اعتبرهم اقترانين كيف يعني بقدر اخليهم على سورة ست سين ناقص تسعة مضروف في واحد على سين تربيع ناقص ثلاثة سين زائد واحد مرفوه القوة ثلاث دال السين هيك هاي اقترانين لش لا؟ همتوا للفكرة؟ يعني عادي بقدر اطلع المقام واحد على ببساطة اذا في عندي اقترانين مضروفين ببعض هاي اول شي ثاني شي بطلع على القوس المرفوع لقوة هل هو خطي ام غير خطي هل هو خطي ام غير خطي بطلع سين تربيع غير خطي من اولها اذا في عندي مشكلة واجهتني في ما داخل القوس في عندي اقتران ثاني من تلي ذهنيا بحكي سين تربيع مشتقط هتنين سين موجودي سين اه اذا في علاقة اشتقاء في علاقة اشتقاء بغض النظر اختلاف الارقام لكن في علاقة اشتقاء اذا مشكلتي اللي انا واجهتني شو هي اللي هو انه اقتران خطي داخل قوس اذ هو اللي بفرضه صاد هو بفرضه ايش صاد ببحكي صاد بساوي سين تربيع ناقص ثلاثة سين زائد واحد هاي الخطوة الاولى الخطوة الثانية نشتق الطرفين دال الصاد على دال الصين بساوي اتنين سين ناقص ثلاثة هاي الخطوة الثانية الخطوة الثالثة بخلي او بجعل دال الصين موضوع القانون خلونا دال الصين موضوع القانون ببدل بين دال الصين واثنين سين ناقص ثلاثة بجيب هاي محلها وهاي محلها فبتصير دال الصاد على اتنين سين ناقص ثلاثة أو زي ما علمتكم بحط واحد ضر تقاطعي وبتطلعوا دال السين لحالها انتوا حرين بالطريقة اللي بتناسبكم المهم تخلو لي دال السين موضوع القانون بس تحلوها صح انتبهوا طيب هاي الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة برجع للتكامل وبعود المحطيات اللي صارت معي اللي هي الصاد الفرض ودال السين اللي طلعت معي هدول التنتين برجع للتكامل عشان عوضهم فبحكي ست سين ناقص تسعة على تكامل هاد انا شو فرطه صاد هايو ثين ترمي ناقص ثلاث سين زاعد واحد انا فرطه صاد اذا بشيله بحط بداله صاد مرفوع لقوة ثلاث وبدل دال السين عشان ليش حكيت لكم نجعل دال السين موضوع القانون عشان اشيل دال السين وحط بدالها دال الساد على اتنين سين ناقص ثلاث هاي الخطوة الرابعة الخطوة الخامسة بكامل بكامل اذا كانت المسألة جاهزة للتكامل بس مسألتنا مش جاهزة للتكامل في اختصار اذا لازم نختصر اذا تكامل في عندي ستة سين ناقص تسعة على صاد تكعيب مضروبة في دال الصاد على اثنين سين ناقص ثلاث صح؟ طب استاذ انت قلت لي لازم اختصر لازم اشيل السينات لازم اخلي المسألة بالصادات بمتغير واحد عندي متغيرين وهون زي ما انتم شايفين فش اختصار لا في اختصار كيف؟ من سين ناقص ثلاثة ستة سين ناقص تسعة اه هون مشكلتي مش بالسين مشكلتي بالاعداد اذا مشكلتي بالاعداد بقدر اطلح هون نوعا ما عامل مشترك جربوا بصير هون تكامل شو العامل مشترك بين الستة والتسعة ستة تسعة اه ثلاثة يعيني عليكم اطلع ثلاثة عامل مشترك ستة قسم الثلاثة اثنين والسين بتنزل الناقص بتنزل تسعة قسم الثلاثة ثلاثة على صاد التكعيب دال الصاد على اثنين سين ناقص ثلاثة زي ما انتم شايفين طلعوا عند اثنين سين ناقص ثلاثة مع اثنين سين ناقص ثلاثة يعني الفكرة انه هون اختصار كلي تفكروها اختصار جزئي ليش لانه والله ما ايجاد الدفسة لا هذا اختصار كلي راح كله مع كل بغض النظر مع اختلاف العدد هذا اختصار كلي راح تنين سين نقص ثلاثة مع تنين سين نقص ثلاثة اذن المسألة صارت ثلاثة على صاد التكايم داع للصاد هيك بقدرش اكامل المسألة ليش لانه يا استاد صاد تكايم تحت تعودنا لما تكون الصاد تحت او سين تحت مرفوع لقوة ارفعها لوين للبسط وزي ما تعودنا انه لما نرفع اي اشي بالمقام للبسط بعكس اشارة القوة اذا كانت اشارة موجبة بخليها سالبة واذا كانت سالبة بتصير موجبة اذا التكامل ثلاثة صاد والسالب ثلاثة داع الصاد هون المسألة جاهزة للتكامل فبصير يحكي لي ثلاثة صاد سالبة ثلاثة زائد واحد سالبة اثنين على سالبة اثنين زائد جيم لانه التكامل غير محبوب خلصنا يا استاد ما خلصنا خنزبط المسألة وبعدين زي ما سلمنيها بالسينات شو اتفقنا نسلمو اياها بالسينات اذا صار عندي ثلاثة على اعداد دايما برا يعني برا المسألة ثلاثة على اثنين وفيه سالب سالب ثلاثة على اثنين ولان هصاد السالب اثنين بقدر انازلها تحت بتصير واحد على صاد تربية زائد جيم صح؟ صح طيب هسا برجع بستبدل صاد بالسينات فبتصير عندي ناقص ثلاثة في واحد ناقص ثلاثة على اثنين في صاد صاد بشيلها شو بحط بدالها الفرط تبحها اللي انا فرطته في بداية المسألة اللي هو سين تربية ناقص ثلاثة السين زائد واحد زائد جيم جايما انتو شايفين هاي الصورة النهائية للمسألة اذا خطوة الاولة بفرض خطوة تانية بجعل دال السين موضع القانون خطوة تالتة برجع للمسألة بعوض المعطيات اللي معي اول الفرض اللي انا حطيته في الفرضين هدول برجحهم في المسألة خطوة الرابعة بجهز المسألة بتكامل اذا كان جهز التكامل بكامل بعد ما اختصر ليش؟ لاجب اخلي قبل ما اكامل لازم اخلي المسألة بدلالة متغير واحد بالاختصار واختصار كلي راح اذا صارت المسألة بمتغير واحد بجهزها للتكامل جهزناها بعد ما جهزها بكامل واخر خطوة بخلي المسألة بدلالة متغير من خلال الرجوع للفرض